في الملف العسكري أعلن قائد عمليات تحرير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير يا رالله انطلاق معركة تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق يا رالله وفي بيان له قال إن القوات المشتركة شرعت بعملية واسعة لتحرير نحية الرمانة وقضاء راوة ضمن المرحلة الأولى من عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات وتأمين الحدود العراقية السورية وذلك بعد أن حررت القوات المشتركة قضاء القائم في مطلع الشهر الجاري